بسم الله الرحمن الرحيم سائل خير عليكم ازايكم عاملين ايه معاكم عبير نور الدين من مطبخ عبير مصفتنا النهاردة هي البسبوسة البسبوسة المقرملة هتعمليها بطريقة جديدة وان شاء الله هتنجح معاكي وهيبقى طعمها جميل زي اللي بنجيبها من بره بالزبط طعم وشكل ولون هتبهرك بجد وجربيها ومش هتعمليها غير بالطريقة دي بعد كده الناس اللي بيشتكوا كتير من ان البسبوسة بتفشل معاهم ان شاء الله بعد كده مش هتفشل معاك وهتعملوا احلى بسبوسة بس المهم تختاروا نوع السميد يكون كويس تعالوا نشوف الطريقة والمقادير معانا نصف كيلو دقيق سميد بس تختاري دقيق كويس يكون ناعم معانا تلت تربع كباية سمنة بلدي ربع كباية مية كباية سكر وتلت تربع كباية لبن ومعلقة عسل كولوكوز ومعانا شوية جوز هندي للي بيحب اول حاجة هنعملها هنحط السكر وعليها ربع كباية المية ومعلقة عسل الكولوكوز ودي هنسبها على النار طبعا معلقة عسل الكولوكوز عشان ما السكر بتاعنا ما ينخرص معانا هنحطها بقى على النار لحد ما تتكرمل هي مش بينة كويس بس لما تغلي هتشوفيها دي السوايل اللي معانا اللي هنضفها على دقيق البسبوسة او دي السميد ما ينفعش تجيبي البكاوي الجهزة وتعمل معاها الشغل ده لازم تجيبي دقيق خام من عند العطار او من عند محلات بيع مستلزمات الحلواني ادي السكر بتاعنا اتكرمل طبعا احنا ما بنحطش معلقة خالص ولا بنقلب ولا بنجي جنبه احنا بنسيبه كده لحد ما بيغير لونه وطبعا ما تسيبوهوش هتدي لون اغمى عشان اه ما يتحرقش والبسبوسة بتاعتنا يبقى طعمها مر كده خلاص هو جاهز معانا هنضيف عليه السمنة هو طبعا هيفصل معاك دلوقتي ما تقلقش خالص عايات دي ما فيش مشكلة ولازم تعمليه في حل غويطة ويبقى فيه مساحة كبيرة قدامك لان بيحصل فوران لما بنيجي نضيف اللبن فلازم تاخد بالك من الموضوع ده واخد بالك ان الكراميل لسعته صعبة جدا هنحط بقى اللبن لصي بيفور معانا ازاي لازم تبقى الحل عالي عشان ما يبهدلش الدنيا بالراحة خالص وبتهدي كده بالراحة وبتهدي النار عليه بتبتدي تقلبي لحد ما ينزل تاني بص اللون بتاعه بيغير بيغمق ازاي طبعا دي من كرمالة السكر كده تمام الخليط بتاعنا جاهز وانتي بتحط اللبن هتبص تلاقي فيه تكتلات كده معاكي ما تقلقيش برضو هتفك معاكي مجرد ما اللبن يسخن هتلاقي الخليط معاكي كويس جدا اهو زي ما انت شايفها سايل تماما كده خلاص هو جاهز معانا هنسيبه بقى يبرد تماما لان مش هينفع نحطه على الدقيق بتاعنا وهو سخن هنجيب بقى صانية مقاس تلاتين هندهنها سامنا كويس يعني هنقطر شوية كده جاهزة معانا والدي بتاعنا هنحط عليه جوز الهند وهنقلبها لو مش عايزة تحطي جوز الهند براحتك كده الخليط بتاعنا مش ما بريدش هو دفي هو اه تحطي ايديك فيه برضو دافي شوية بس ايه تستحمل ان انت تحطي ايديك فيه احنا مش هنعجن احنا بس هنخلي الدقيق يختلط بالمكونات بتاعتنا والمكونات بتاعتنا اتغطي كل حبة في الدقيق لكن مش هنعجن مجرد ما نلاقي دقيق كله شرب الخليط بتاعنا هنفرده في الصانية الصانية كده جاهزة معانا هنحط بقى فيها الخليط بتاعنا هو مش سايل قوي بس مجرد ما هنطبطب عليه هيتفرد معانا بكل سهولة وهنسويه في الصانية الوصفة دي جميلة ولو جربتيها بجد البسبوسة مش هتفشل معاك وسبب فشل البسبوسة الرئيسي كمان بيبقى الدقيق بتبقي جايبة دقيق مش كويس بيبقى خلطين وبنشاو بيدقيق ما بيبقاش حل ومجرد ما تحطيه في ايدك يعلم كده دقيق في ايدك ده مش كويس عندك بقى بندق عندك عين جمل عندك لوز فوزدق آآ سوداني آآ عايزة تعمليها سادة براحتك اللي موجودة عندك حطيه او اللي انت بتحبيه وبتفضليه طبعا الفرن عندنا شغال على درجة حرارة 200 لازم ندخل البسبوسة والفرن سوح بصي لونها عامل ازاي كرمالة السكر بجد بتفرق قوي 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 في لون البسبوسة وفي طعمها وفي شكلها وفي نجاحها في بقى ناس بتشتكي ان المكسرات دي مجرد ما البسبوسة بتستوي بتطلع لفوق لأ احنا عشان ما تطلعش معانا الفوق احنا بنضغط عليها بعد بنرصها كلها بنضغط عليها عشان تنزل لتحت شوية بحيث ان لما البسبوسة تستوي المكسرات دي ما تطلعش الفوق كده تمام هي جهزة معانا والفرن كمان شغال طلعت معانا البسبوسة والشرباط بتاعنا بيبقى خفيف زي ما انت شايفة كده هو بيغلي بس بعد ما بيغلي بنسيبه تلت او اربع دايب الكتير بعد الغليان وبعد كده نطفي عليه بصوا البسبوسة مدام البسبوسة بتشرب معاك الشرباط بالطريقة دي يبقى البسبوسة بتاعتك نكحة ان شاء الله اهم حاجة ان البسبوسة تشرب الشرباط يبقى كده تمام والبسبوسة سخنة والشرباط سخنة اتنين سخنين جدا ودي كمان من عوامل نجاح البسبوسة ان الشرباط يبقى سخنة والبسبوسة تبقى سخنة والبسبوسة تخش على فرن سخن. هو تبقى حبة صغيرين قوي من الشرباط. بس كده هو تمام اللي البسبوسة خدت كفايتها. شربت كل الكمية. هنجيب بقى كيس صندوشات كده هنفرده ونغطي بيه الصينية عشان البخار يتكتم جوه ويطر البسبوسة كمان اكتر. زي ما بنشوفها كده في البسبوسة العربيات. تلاقيهم دايما مغطيين الصاج آآ بكياس بلاستيك. خلاص هي كده. تمام. نقطعها بقى ونشوف كده شكلها ايه من جوه? زي ما انت شايفة كده طرية جدا معانا طرية جدا. هنشوف شكلها من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس ما شاء الله طرية جدا بص اللون كمان. يعني بصي من طروتها ودايبة. دايبة 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 بجد. نشوف طعمها. يا البسبوسة يا جماعة سامنة بلا دي. يا تحطي سامنة عادية بس ما تحطيش زبدة ما ينفعش معها الزبدة. يا سامنة بلا دي يا سامنة عادية. بصراحة طعمها حلو بصو اللون كمان من جوه جميل. زي اللي احنا بنجيبها من الشارع بالزبط او بنجيبها من المحلات. هتعجبكم بجد وطعمها تحفة بصراحة. بس انا مش عارفة بطل. خلاص كفاية. لا جميلة بجد. بجد حلو قوي. يا رب الوصفة تعجبك. ولو عجبتك ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب. شوفي لونها كمان من تحت. لا تحفة بجد. يا رب تنر رضاكم وتنجح معاكم. وإلى اللقاء في أكل جديدة مع مطبخ عبير. باي باي.